بعض العلماء أفتى بجواز صبغ اللحية بالسواد فما هو القول الراجح في هذه المسألة وما هو رأي جمهور العلماء في ذلك لهم أن يفتوا ولهم أن يقولوا لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول جنبوه السواد ويقول في قوم يصبعون بالسواد في آخر الزمان في حواصل الحمام لا يدخلون الجنة ولا يريحون ريح الجنة هذا وعيد شديد فهذا يدل على تحريم الصبغ بالسواد وإن أفتى من أفتى بجوازه فهو غلط هذا خطأ وغلط الفتوى قد تكون خطاء لأن المفتي ليس معصوما